السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم خالد بوزان في فيديو جديد اليوم معنى خمس جمل ظريفة كتير إذا تعلمتوها رح تتحسن أموركم كتير في الحياة اليومية والجملة الأولى درس اليوم ماخ ديش نيشت ثم أفن ماخ ديش نيشت ثم أفن ماذا معنى هذه الجملة؟ يعني لا تتساعدن لا تعمل حالك مثل الساعدان لا تبحك العالم عليك لا تعمل حركات مولدنة بهالمعنى لما الشخص الساعدان نحن بنعرفه ويقف باللغة الألمانية لما بيعمل لك حركات أو بيرقص أو بيعمل لك حركات غريبة وتضحك عندما تفرج عليك حديث الحيوانات كمان الإنسان لما بيعمل لك حركات غريبة يعني عجيبة خاصة إذا كان شخص كبير يعني ما هو شخص صغير فشو ما نقول له؟ ماختش نيشت ثم أفن يعني لا تضحك العالم عليك لا تصير مثل الساعدان مثل الأرد يعني تعمل لك حركات بايخة يعني ما حلوة بحقك بها المعنى ماختش نيشت ثم أفن هذه من قولة لشخص لما بيبدأ بيعمل حركات وموالدنة ويضحك العالم عليه وبصير شكله غريب عجيب إذا عندك بالشلة هيك واحد رفيقك دائما هيك بيطقي العيار ويقول لك عطيني هاي وخد لي هاي وجب لي هاي وأني انت الكولا جنبك سناولي هي عطيني ايها وانت إيدك أطول مد انت عطيني هاي والله خليك روح جب لي هديك من هنيك أنا بردان أو تعبان أو هذا الشخص إذا عمل فيك هيك ممكن تجاوب عليه أو تعطيه هيك جملة كتير حلبة على الشكل التالي هول اس دير زلبست ايش بن نيشت دين لوف بوشة هول اس دير زلبست ايش بن نيشت دين لوف بوشة اللوف بوشة هو هذا الصبي يلي بيبعتوه إذا شخص مثلا عنده صبي صغير اللي بيروح بيجيب قهوة وشاي وببعتوه لحنيك وروح جب لي هاي وروح عند ابو محمد جب لي صداشة الصلاة وروح عند فلان جب لي كارتوني وروح عند شئ اسمه إذا هذا الشخص اسمه اللوف بوشة هذا الصبي اللي بيبعتوه هيك على الشغلات الكلة فإذا عندك رفية هيك بتاقي العيار معك وعطول هيك بيشتغل فيك فيك تقول له انه هول اس دير زلس يعني يجيبها من نفسك لحالك ايش بن نيشت دين لوف بوشة يعني أنا مالي الصبي طبعك هاي فيك تستعمله وإذا عندك شخص نقاء هيك بالشلة ودائما هيك بيضغط على عصابك وزعجني كتير وانا مزعوج منك مضايق ووصلاني معي لهون يعني هاي بتستعمله مع الشخص اللي بيتم بضغط هيك عليك وبيتم هو بيعرف ان انت مزعوج ونحب بتسمع هالحديث وبيتم بيزوده فانت بتندار عليه وبتقول له دو جيست مي فول اوف دي نافن دو جيست مي فول اوف دي نافن يعني انت حرقت لي عصابي هاي زعشتني هاي ووصلت معي لهون يعني فيك تستعمله كمان مع الشخص هيك بيتقل العيار كتير وبيزعجعك على طول واذا عندكم واحد هيك بيجزب كتير وبيحكي قصص كتير وبيستغبيك ومفكر حاله اسكى منك هذا فيك تقول له يعني مفكرني انا غبي مفكرني اجدب مفكرني شرة مخطي يعني مو منتبه عليك يعني بيهل معنى هذا لما شخص هيك بيزوده كتير وبيحاول يحكي لك هيك قصص وشغلات او يستغبيك او يضحك عليك او يبيعك شغلة ما بتسوى فهو عب حاول انه يخورفك فانت شو بتقول له يعني مفكرني اجدب مفكرني غبي انا فيك تستعمله هالجملة كمان بهيك موقف والجملة الاخيرة لدرس اليوم نستعمله لما بيكون عندك هيك رفيق بالشلة انت بتسق فيه وبتعرف انه مستحيل يخونك او يطعنك او يتضحك عليك او يغشك بتسق فيه انت عشت معه وطفولتك وكبرت معه مثل اخلاق لك مثلا وفجأة بطلع منه هيك موقف غريب عجيب بتكتشف انه هو غدرك فيه موقف معين او كذب عليك او اسائلة لك او حفر لك حفرة او حفر تحتك اذا بهيك مواقف فانت لما بتشوفه وبتواجهه شو بتقول له بتقول له فون دي هاتيش تسني افعتد يعني منك كنت ما بتوقع هالموقف ابدا فون دي هاتيش تسني افعتد يعني منك انت بالذات ما بتوقع كان ابدا أنه يطلع منك هايك موقف هي كمان نستعمله لو نتفاجأ بموقف ونقول له لشخص انه ما كنا متوقعين هالتصرف منك فون D day هاتيش تسني افعتد اليوم جبتلكم هالجمل حلوي ان شاء الله تعجبكن تستعملوا فى الحياة اليومية بعض الناس عا بتكتبلي عا بتقلل 불 Nicol comigo يا أستاذ الجمل عبتعلمنا إياها والقواعد والأشياء اللي علمتنا إياها عم نحكي فيهم مع الألمان عبتضحكوا علينا عبرونا ما حدا بيحكي هكذا طبعاً هذا الحكي صحيح الشيء اللي أخذناه نحن كان هو أكاديمي هو الشيء بيساعدك على أنك تنجح في امتحان بأينس 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 تسفاي إذا هذول كانت الامتحانات يعني اللغة الرسمية اللغة الفصحة اللغة الجدية اللغة فيها الاحترام اللي فيها البراعة اللغوية هالأشياء تعلمناها وشغلات تانية وإن شاء الله رح أعلمكم هالله كمان هالجمل طبعاً عبعطيكم هيك أهم الأشياء اللي عبتخطر في بالي دائماً هيك أحيان كل يوم بقعد هيك نص ساعة بكتب لي هيك كم جملة هيك بجمع أفكاري يعني مش هنعطيكم أشياء حلوة تستفيدوا منا في الحياة اليومية أتمنى الجمل تكون عبتعجبكم تحياتي لكم جميعاً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته